فخلينا في البداية نعرف من حضرتك إيه هي أمراض القلب اللي ممكن تحتاج تدخل جراحي هو طبعا أي حاجة في القلب ممكن تحتاج تدخل جراحي بس إحنا بنقيم أي مرحلة اللي محتاجة تدخل جراحي فمثلا عندنا الشرعين التاجية في مراحل في الشرعين التاجية ما تحتاجش جراحة وفي حاجات بتحتاج جراحة السمامات نفس الفكرة السمام الأورتي، السمام المترالي، السمام السلاسي الشرفات أو رام القلب أو العيوب الخلقية في القلب في عيوب خلقية تحتاج جراحة وفي عيوب خلقية ممكن نسبها ما تحتاجش جراحة فإحنا بنقرر الموضوعات على أساس أن احنا نعمل الحاجة اللي تفيد المريض بحيث أن احنا نفرق في جودة حياته اليومية وفي كفاءته في العمل يعني عايزين نعمل أي حاجة للمريض بتاعنا علشان يرجع يمارس حياته بصورة طبيعية ويمارس عمله بصورة طبيعية تماما هو ده الهدف من كل حاجة بنعملها المريض طيب خلينا نتكلم بالتفصيل مثلا على شرايين القلب مثلا شرين الأورتي وشرايين التاجية يعني حريك بقى كلمنا باستفادة أكتر يعني إحنا لو مسكنا مثلا السمامات بقى وبدأنا بالسمامات مثلا عندنا السمام الأورتي السمام الأورتي في مرحلة ممكن تقعد سنين سواء دي أو ارتجاع لو خدنا الأول ارتجاع ممكن حد يبع عنده ارتجاع خفيف أو متوسط والارتجاع الخفيف والمتوسط المريض بيعيش بيهم عشرات السنين بدون أي مشاكل ولو جالي أنا بقول له لا انت مش محتاج عملية وفيه مرضى كتير جنة كده ارتجاع متوسط تستنى الأورتي وبين روحهم لا انت مش محتاج عملية ولا محتاج أدوية وبينسيبوا يمارس حياته عادي خالص طيب بتتحدد على أساس ايه يعني هل بالأعراض هل بي فحوصات معينة حضرتك بتحدد على أساسها احنا نمر واحد عندنا أول حاجة شكوة المريض وبنأكد الشكوة دي بالإشاعات بتاعتنا وبالكشف الطبي يعني لو حد عنده برضو لما نكمل في السمام الأورتي لو حد عنده ارتجاع شديد يعني خلص ارتجاع خفيف متوسط شديد لو حد عنده ارتجاع شديد وما عندوش أي أعراض خالص أنا ممكن أستنى عليه ونزبط الدنيا ويتانيه ماشي وبيعيش بيها سنين أول ما يظهر أعراض وعادة بتبقى الأعراض المعينة في ارتجاع السمام مثلا كرشة نفس نفسه متضايق مع المجهود أو يصحى منهم بليل نفسه متضايق ودي مرحلة متقدمة أو دربات قلب غير منتظمة أو دربات قلب سريعة يحس برفرفة أو سحبة روح أول ما بتظهر الأعراض وعندي ارتجاع شديد يبقى أنا في الحالة دي يفضل نحن نعمل الجراحة وبنعمل الجراحة دي في خلال الأسابيع مش حاجة نحن لازم نعملها بكرة أو بعد لا ممكن في خلال الأسابيع طبعا لكن لو قلنا دي مثلا السمام الأورتي دي السمام الأورتي دي خفيفة أو متوسط بيعيش بيه طول عمره معناش أي مشكلة خالص المريض عايش وكويس وبدون أي أعراض بدون أي أدوية بدون أي مشاكل لو دخل في دي شديد في السمام الأورتي بدون أعراض ممكن يعني بنفكر فيها هل هو احنا محتاجين نعملها دلوقتي ولا ممكن نستنى شوي يعني دي غير الارتجاع برضو في كلتا الحالتين في كلتا الحالتين لما يوصل لدي شديد أو ارتجاع شديد بنشوف مقاسات عضلة القلب وتأثر عضلة القلب والأعراض لو عضلة القلب بدأت تتأثر حتى لو ما فيش أعراض ممكن نعمل جراحة لأن احنا برضو في نقطة مهمة لازم أن ناخد بالنا منها إن في مصر هنا مش كل العيانين أكتبي أنا عاد في إنجلترا لما كنا في إنجلترا كان معظم كان بيجينا عيان مثلا عنده 87 سنة أو 88 سنة أحنا بيتحرك كتير كل شكويته يجي يقول أنا لما بمشي الصبح الساعة بتاعة الصبح اللي بمشيها بحيث أن أنا في آخر الساعة دي بنهك شوي أو فيه كرش تنفس شوي فدي أعراض غير مريض أقصى طموحه إنه هو يروح يخسل وشه مش حادر أعتمد على الأعراض فيه فبنعتمد فيها على مدى مقاسات عضلة القلب أو تضخم عضلة القلب يعني برضو بتفرق في المريض نفسه إنه هو هل هو بيتحرك كتير ولا ما بيتحركش كتير فالأعراض ما بتظهرش بزبط إحنا البشر مختلفين إحنا كبشر مختلفين فيه إنسان بطبعه نشيط وبتحرك كتير وبيتنيش تغل حتى هو عنده 80 سنة وفيه واحد بطبعه هو ما بيحبش كده هو بيحب الشغل المكتبي هو قاعد مرتاح كل واحد تبع طبيعة شغله وطبيعة حياته طيب وبالنسبة للسمام المترالي برضو نفس الأعراض اللي حريك بتقولها ونفس المقاييس اللي حريك بتحدد على أساسها مدى احتياج المريض لجراحة السمام المترالي برضو سواء ارتجاع خفيف أو دي خفيف ما بنيعملش حاجة ارتجاع متوسط أو دي متوسط ما بنيعملش حاجة لأن التطور بيكون بطيء جدا ممكن يقعد عشر سنين بارتجاع متوسط أو دي متوسط فمش هندخله عمليات وهو مش محتاج جراح هو عايش حياته بصورة طبيعية لكن مجرد ما بتبدأ تظهر أعراض وخصوصا في الدي الشديد يعني عنده دي الشديد في السمام المترالي أو ارتجاع شديد في السمام المترالي وبدأت تظهر أعراض بدأ يظهر كرشة نفس أو نهاجان أو مش قادر يمارس حياته بصورة طبيعية أو رفرفة أو سحبة روح أو زبزبة أو زينية بنبدأ في المرحلة دي نقول لا في حاجة غلط نبدأ نفكر نعمل إشاعاتنا وبالكشف الطبي والإشاعات لو لقينا مثلا حصل شوية تمدد في عضلة القلب حصل اختلافات في عضلة القلب لا إحنا محتاجين نخش جراح وبرضو عادة ما بنحتاجش جراحة طوارئ في الحالات دي يعني مش دولة سواء ارتجاع أو دي السمام المترالي مش جراحة طوارئ إن أنا أقول لازم نعمل العملية دي بكرة ممكن نستنى شوية أو لازم نعمل العملية دي النهاردة بالليل اللي عنده ممكن بكرة بعده بعد أسبوع مش قصة يعني وصحرك عارف كمان بيبقى فيه الإعلام دايما بيصدر إن أي مريد قلب لا ده أنت لازم تروح تعمل العملية بسرعة لحسن لو ما عملتهاش بكرة يعني حياتك في خطر لا ومرضى السمامات فيهم تثبيتات بالنسبة لهم كمان يعني فيه مرضى مثلا بيكون عندهم احتقانات في الرئة أو احتقانات في الأنسجة لو فيه احتقانات في الرئة أو تورم في الأنسجة يعني عن رجلي ورمة مثلا دي مية بيبقى احتقان من احتقانات القلب لو رجلي ورمة أو عنده بيقوم بالليل مثلا على كرشة نفس أو كحة بشرقة أو الكرام ده ده كل دي بتبقى احتقانات أعراض احتقانات في الرئة فلازم أن نزبطهم الأول بنديهم أدوية نزبط لهم الدنيا وبعد كده بنخش عمليات مش على طول يعني لازم نأتيها تحضيرات قبل كده نعم بنزبط الدنيا الأول عشان حتى نطلع بأحسن نتيجة لكن مش معنى ذلك أن المريض يهمل نفسه لما تبدأ كفاية عادة القلب تقالي يعني مثلا جالي مريض عنده دي في الصومة المترالي وبيتقال له أنت محتاج جراحة بقاله أربع سنين وهو عمال مش عايز يعمل جراحة لما شفت لقائكم من أربع سنين كانت كفاية عادة القلب طبيعية تماما وعنده أعراض وعنده دي شيء في الصومة المترالي بعد سنة كفاية عادة القلب قلت شوية بعد سنتين بعد ثلاثة جالي بعد أربع سنين بكفاية عادة القلب 30% لما يجيلي كفاية عادة القلب 30% وفي تضخم في عادة القلب ودي شيء شديد في الصومة المترالي أنا النهاردة خطورة الجراحة تحولت من 1% لنسبة عالية جدا فهو بيزود خطورة الجراحة على نفسه بدل ما هو العيان اللي هيرجع بصورة طبيعية تماما عمرنا ما هنقدر نرجع القلب بصورة طبيعية تماما جالي مريض تاني كان عنده دي شيء شديد في الصومة الأورتي بس ده بصراحة ما كانش متشخص يعني هو كان بيلف ويروح وييجي ولف على ناس كتير وما كانش متشخص لغاية ما راح عند أحد دكاتلت القلب العظماء قالوا لا انت عندك دي في الصومة الأورتي وبعته لي اللي عندك اتكافية تعطي القلب فيه 20% ودي شيء شديد في الصومة الأورتي خلاص أنا عندي الصومة الأورتي لو شفنا في الصورة هو مخرج اللي بيخرج منه الدم يتوزع على الجسم كله ده مقفول مفيش أدوية هتشيل السدة دي لازم خلاص يخلع على الجراز لازم نغير الصمام دخلنا بالنسبة خصورة عالية وعملنا له طلع يعني وإحنا بنعمل أبحاث بتاعتنا اكتشفنا كمان أنه عنده دي في أحد الشرين التجاي شريانين عملنا له الشريانين والصمام والحمد لله الدنيا مشت كويس قوي والعن خرج من المستشفى بعد ست أيام أو سبعة أيام بس بعد العملية بشهر مثلا كفات القلب كانت 20% قبل العملية بعد العملية بعد كفات القلب كانت 35% اتحسنت اتحسنت طبعا بس مش حادر رجعها له زي الإنسان الطبيعي بإيش حياته إن هو يمارس حياته الحياة الطبيعية يروح شغله يمارس شغله وكلام من ده بس مش حادر أقول له لا أنت تلعب رياضة أو تجري لأنه هو جنة في مرحلة متأخرة فما نقدرش نهمل نفسنا أو نقول لا إحنا مش مستعجلين ونسيب الموضوع وكفاته عطل قلب تقل يعني خلينا نقول أنه فيه توقيت مناسب بالضبط يعني بعد التشخيص مثلا ندي نفسنا أسابيع بسيطة كده في خلال أسابيع دي بنحضر المريض وبنعمله